السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزاء الباحثين وطلبة الدرسات العليا ضمن بيئة ونفيرومنتل جي اي اس اليوم راح نتعلم بفد فقرة وهي مهمة ونفس الوقت بسيطة في بعض البرمجيات والسوفتويرات نحتاج في بعض الاحيان نسبة الى الداتا اللي نحتاجها تكون بوحدات اخرى يعني هسا مثلا لهذه الفريم او هذه اللير هذه الطبقة اتأكد شن هي وحداتها بمناسبة تظهر لك بالاسفل لاحظ هسا هاي الفريم او هاي الطبقة او وحداتها بالاسفل تقرأ ديزمال دقري اذا حتاجت انه انت تتحولها الى وحدات اخرى لأي سبب ان كان كأن تطلب هسا لاحظاني عندي هذا البرنامج هنا يطلب عندي مثلا من انشئ نوع من الكروس سيكشن الخاص بالجابية او غيرها انه الوحدات اللي يحتاجها مثلا بالدزمال دقري او يعني بالوحدات الاخرى انا مثلا اريتها بالمتر تمام فشون احولها سلامة الاختار حتى انجر اشوفكم اوبشن اذا نختار اذا نختار الكروس سيكشن لاحظ هنه يمطير الانتيرفال والورث اللي خاص بالكروس سيكشن لهذا المقطع النهر او لهذه الجابية الواترشيد بالدزمال دقري شون نعمل عملية بالخراج نعمل البعض isn't it الواترش خروجي قبل الواترش المشطة وسيurable المشطة مجرد فسنا راح احول للميتر تمام تفعل عندي الابشن اللي خاص بالابلاي فراح يعمل لي ري بروجكشن يعني اعادل المساقط باليونت اه قيمة الونت بروجكشن الخاصة بهاي الفريم او بهذه اللير افتر ذات نقول شنو اوكي انتهت استتعولت تحولت الوحدات لاحظ هنا بالاسفل حول الوحدات بمن بالميترز تمام سو هسنا تروح تلقائي تدخل على اللير لتعمل انت الابشن اللي تحتاجه دا اين اوبشن اي برنامج تربطه مع برنامج يعني الجي اي اس تلقائيا يتحول الوحدات اللي خاصة بي هي وحدات للمتر وهذا الشي هو اللي راح ينفعك سو محاضرتنا هذا اليوم هي احد التطويقات الخاصة ببرنامج الجي اي اس هاو تو كونفيرت الوحدات او الوحدات الخاصة بالفريم من هذه الطريقة نقدر نحول احمل الوحدات هسا بعد ما حولنا لازم المفروض نسوي ريستارت للطبقة او للوحدة بعد ذلك نعمل عليها مرة اخرى اذا عادكم اي سؤال او استساد قدرون تراسلنا على القناة ننتقل بلكم ان شاء الله بفيديو اخر دمتم بامان اشتركوا في القناة